تطورات مثيرة في قضية حمزة مون بيبي سعيد شرف تكشف تفاصيل صادمة عن تورط دنيا بطمة حتى النخاع في هذه القضية أولاً وقبل المشاهدة فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو في تطور مفاجئ لقضية حمزة مون بيبي خرجت الفنانة سعيد شرف بتصريحات صادمة في حلقة من برنامج على قناة الجديد اللبنانية لتفجر قنبلة من التصريحات الصادمة حول تورط دنيا بطمة في هذه القضية وفي لقاء مع الإعلامية ربيع الزيات أكدت سعيد شرف أن بداية القضية تعود إلى عام 2017 حيث تعرضت لأذى نفسي بسبب الأخبار التي نشرتها حسابات مرتبطة بحمزة مون بيبي وأضافت أن هذا الأمر أدى إلى ابتزاز وتشهير بحقها ولم تتوقف القضية عند هذا الحد حيث أكدت سعيد شرف أن دنيا بطمة متورطة بشكل كبير في هذه القضية حتى النخاع بثلاث جرائم وفقاً لقرار المحكمة يشهد الصراع الطويل بين دنيا بطمة وسعيد شرف إنعكاساته على الساحة الفنية المغربية حيث تثير قضية حمزة مون بيبي جدلاً واسعاً بين جمهور الفنانتين يجب التنويه إلى أهمية التحقق من مصادر موثوقة للتحقق من دقة المعلومات حيث تظهر التطورات الحالية تعقيدات وتفاصيل قد تؤثر على صورة الفنانتين وتأثيرها في المستقبل ترجمة نانسي قنقر